كما التقى الفرق أول محمد زكي القاد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي كبير منصق شؤون الإنسانية وشؤون إعادة أعمار غزة سجريد كاخ وذلك بحضور رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة تناول اللقاء تطورات الأوضاع بقطع غزة وأكد وزير الدفاع على موقف مصر تجه دعم القضية الفلسطينية والرفض التام لمحاولات تهجير الشعب الفلسطيني التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بسيدة سرغت كاخ كبير منصق الشؤون الإنسانية وشؤون إعادة إعمار غزة والوفد المرافق لها الذي يزور مصر حاليا تناول اللقاء تطورات الأوضاع الراهنة بقطع غزة وسبل تنصيق الجهود لمواصلة تدفق المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة بالكميات الكافية لسكان القطاع الذي يعاني من نقص شديد في الاحتياجات الإنسانية نتيجة استمرار العمليات العسكرية وأكد القائد العام للقوات المسلحة على الموقف المصري الراس اختجاه دعم القضية الفلسطينية وفقا لمقررات الشرعية الدولية والرفض التام لمحاولات التهجير للشعب الفلسطيني والحرص على التنصيق مع كافة الأطراف الإقليمية والدولية للوصول إلى التهديئة والتخفيف من المعاناة الإنسانية لسكان قطاع غزة فيما أشهدت كبير منصق الشؤون الإنسانية وشؤون إعادة إعمار غزة بالجهود المصرية لتوفير وتسهيل تضفق المساعدات الإنسانية لقطاع غزة معربة عن تطلعها أن تصفر الجهود الدولية القائمة عن وقف إطلاق النار داخل القطاع حضر اللقاء الفريق أسامى عسكر رئيس أركاني حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة موسيقى